بعد صمت الجهة الرسمية عن الزيارة الطبية للرئيس بوتفليقة إلى فرنسا منتصف الشهر الماضي سلال يقطع الشك باليقين ويؤكد على هامش زيارة العمل الرسمية في إطار اجتماع اللجنة العليا تنقل بوتفليقة إلى مصحة بغرونوبل لإجراء مراقبة طبية روتينية تأكيد سلال زيارة الرئيس الطبية يأتي بعد نشرها من الصحافة الفرنسية وتعاطي بعض الصحف الوطنية المستقلة مع الحدث في وقت لم يصدر بشأنها بيان تأكيد أو نفي من الجهات العليا للبلاد وكانت يومية لوديفنين الليبير المحلية في فرنسا قد ذكرت أن الطبيب الذي كان يشرف على علاج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مستشفى فالدوغراس في أفريل 2013 هو نفسه من أشرف على علاجه في مصلحة أمراض القلب والشرين بعيادتهم في مدينة جرونوبل وتعتبر تصريحات سلال من باريس أول رد فعل جزائري على ما تنقلته وسائل الإعلام الفرنسية بعد أن وضعت هذه الحالة جزءا كبيرا من الصحف الجزائرية في حالة حرج حيث فضلت عدة صحف عدم التطرق مطلقا إلى خبر تنقل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للعلاج بالخارج بعد عجزها في الوصول إلى مصادر في الرئاسة تمكنها من تأكيد أو نفي الخبر